مركز الفاتح الإسلامي صرح وطني وثقافي كبير تتركز فيه الجهود لخدمة الدين الإسلامي الحنيف وعلوم القرآن واللغة العربية مركزنا يحمل رسالة التعايش والتسامح والانفتاح بصورة حضارية مشرفة تتوافق مع الرؤية الملكية السامية ومشروع جلالة الملك الإصلاحي كما تلتقي في مياه البحرين مياه الينابيع العذبة مع مياه الخليج العربي وكما يلتقي في البحرين كذلك التراث مع الحداثة وتمتزج فيها الثقافة العربية الإسلامية بروعة لا مثيل لها مع التطور والمدنية وكذلك أيضا نجد هذا التمازج في صرح إسلامي متكامل وهو مركز أحمد الفاتح الإسلامي تم افتتاح مشروع مركز أحمد الفاتح الإسلامي في العام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين وذلك بناء على رغبة كريمة من ولاة الأمر أيدهم الله لإبراز الهوية الإسلامية والعربية لمملكة البحرين وتخليدا للجد المؤسس للدولة البحرينية الشامخة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة طيب الله ثراه وأما أهداف المركز فلا تقتصر على كونه مسجدا للمسلمين وإنما هو مكان يفتح أبوابه مرحبا بالجميع وذلك بهدف بناء جسور التفاهم والتسامح مع جميع الناس على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم ومن هنا كان مركز أحمد الفاتح الإسلامي فريدا في رسالته لكونه صرحا ثقافيا رئيسيا في المملكة ومركزا للإشعاع الحضاري إلى جانب دوره الطبيعي كما كان للعبادة والتعلم ويضم المركز مسجدا ومكتبة إسلامية وقسما للزيارات يهدف إلى التعريف بسماحة الدين الإسلامي والثقافة العربية إذ يستقبل سنويا أكثر من ستين ألف زائر من الأجانب المقيمين وزوار المملكة وقسما للقرآن الكريم وعلومه واللغة العربية يضم خمسمائة وخمسين طالبا وطالبة أغلبهم من غير المتحدثين باللغة العربية وسيستمر بإذن الله تعالى مركز أحمد الفاتح الإسلامي كما أريد له من ولاة الأمر أيدهم الله في تقديم رسالته السامية كمركز ديني ووطني له أهداف حضارية سامية يبرز وجه البحرين الحضاري والإسلامي المتسامحي محليا وعالميا فاللهم احفظ البحرين وشعبها وكل مقيم على أرضها تحت راية القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه اللهم إنا نستودعك البحرين وأهلها أمنها وأمانها اللهم آمنا في أوطاننا وأيد بالحق إمامنا وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة